عملية عسكرية مستمرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قوات الجيش تتوغل في مدينة جنين ومخيمها وتفرض عليها طوقا أمنيا محكما بعد انسحاب الجيش في وقت متأخر من مساء الخميس من مدينة طول كرم ومخيميها وقبله بيوم من مخيم الفرعى في مدينة طوباس وفيما لا يلوح بالأفق أي بوادر حتى اللحظة لنهاية الهجوم الإسرائيلي على المدينة نقلت إذاعة الجيش عن القيادة الوسطى قولها أن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها في محاكاة لما يحصل في قطاع غزة قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها وتحديدا إلى مخيم جنين وتنفذ عمليات اقتحام لعدد من المناطق والأحياء الشرقية أشرس العمليات العسكرية سواء من قبل المقاومة الفلسطينية أو جيش الاحتلال تتركز في البلدة القديمة ومخيم جنين وخاصة في حي الدمج الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة وحي الجابريات من الجهة الجنوبية الغربية وكذلك حي الهدف غير أن كثافة العمليات ومحاور القتال تشتعل في حي الدمج والجابريات إذ لا تزال قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية منه باتجاه المخيم والبلدة القديمة أي من الجهة الشرقية إلى الغربية بعدما توالت بيانات المقاومة الفلسطينية بتنفيذ العديد من الكمائن المحكمة وتنفيذ اشتباكات مسلحة وإلقاء العبوات الناسفة تجاه قوات الاحتلال ما يحدث في مدينة جنين ومخيمها هو صورة مكررة عما يحدث في قطاع غزة قصف وعمليات عسكرية متواصلة يتبعها حملة اعتقالات وتضييق وحصار وصولا إلى اضطرار الأهالي للنزوح والإخلاء وفق نظرية التصعيد والردع التي تتبعها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهو نهج أكده رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتزي هليذي في زيارة مفاجئة لمخيم جنين توعد خلالها بالعمل على مباغة نشاطات المقاومة في المدن والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة اشتركوا في القناة